اشتركوا في القناة ما زال حتى الآن نبقى المدير الرياضي في الاتحاد يعني استعام به في حاجة إدارية أو منصب إداري أكيد ده ينم عن أسطورة كبيرة من ورانا في الستوديو كابتن علي أبو القاسم أهلا بك كابتن علي أهلا بحضرتك وشكرا على المقدمة الجميلة ده حقك ومهما قلنا الدول في العالم كلها متقدر لعبتها الأولمبيين ولما بيكون معانا أو في وجود لعب أولمبي لا إحنا لازم يعني ننحني له احتراما وتقديرا لأن اللعب الأولمبي ده بيبقى أعلى أعلى آآ وسام ممكن يجيبوا لعب لبلده هنبتدي مع مشوارك مع السلاح آآ بدأ إزاي وبدأ آآ إمتى وصولا لغاية مديلية التعشين التناشر آآ بسم عمر رحيم طبعا الرياضة يعني الأسرة رياضية جدا وكان فيه آآ تدعيم كبير إن أنا أبقى 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 برياضة بشكل آآ بشكل صحي بلاش نقول بشكل احترافي بشكل صحي بشكل صحي بشكل صحي دي كانت البداية إنه أقوي المناعة وأبقى أعمل حاجة مفيدة في أوقت الفراغ الموضوع بدأ طبعا كسباحة ورسم سباحة ورسم وكاراتين للدفاع عن نفس وألعب ألعب كتير لفكت لفة حلوة لفكت لفة كويسة جدا وممكن كان فترة البطولات ممكن ما كانش يبقى فيه انجزاب للعبة لحد ما قابلت رياضة الشيش في اسكندرية في نادي الساحة سكنداري وتعلقت بيها جدا إنت ابن اسكندرية ابن اسكندرية موليد الجزائر جزائر آآ يعني تتولدت في الجزائر بس عيشت هنا في اسكندرية عيشت في اسكندرية فترة كبيرة جدا هو الحد المدالية الأولمبية وبعد كده لفت العالم بقى لفتها بقى ما شاء الله أكبر عليه بدأت السلاح في اسكندرية كان عندك كم سنة تقريبا بدأت 98 كان عندي 8 سنين زغير يعني اللفة دي كلها تقابل كل دا كان قابل طب حلو ومهم يعني كل الألعاب طبعا فديتك كل الألعاب مفيدة في الآخر نفس الفكرة بس طبعا مهمة تبقى الحاجات المقاومات اللي عند اللعب بيقدر يوظفها في اللعبة ولقيت نفسي في سلاح الشيش كنت استخدت خلفية من الألعاب الأخرى فديتني في البداية وأنا أشول فالألعاب اللي هي باستخدام إيد واحدة زي الألعاب المضرب ولما يكون الشمال بيبقى متعب بزرق متعب لأنه حاجة بتبقى نادرة شوية بزرق فحسيت أن أنا فيه تقفية تميز فسمعت كلام حلو فمن جزبت اللعبة كملت طبعا كان دائما فيه صعوبة إن إحنا نقحق نتيجة على مستوى عالي ويمكن ده كان التحدي اللي شديني إن أنا حاول أكثر القاعدة دي إنه ليه إحنا بنغسر في اللعبة دي خاصة أن أنا تربيت على أجيال قوية جدا وإحنا الصلاة بتاعتنا في نادي السلاح كاسمها صادت مصطفى زيان برضو من أساطير اللعبة والشهد التوفف في حدس الأليم في الطيارة كان فريق بطل العالم فإحنا امتداد برضو الأجيال كبيرة فمن أول أحمد حسنين باشا أول واحد لمصر في الأولمبياد فطبعا كان نفسي أكمل المسيرة دي والحمد لله ربنا كرامني بمدالية لندن ولسه مكمل ومكملين فيه أبطال جداد على الصحة وبيعملوا نتاك كويسة جدا وبيحاول على قد الإمكان أن أنا فدهم أو أكون إلهام لهم على قد مادر عايز أقولك أن أنت ما شاء الله كمان أنت مذاكر تاريخ واللي ملوش زي ما بيقول ومش حافظ تاريخه مش هبقى عنده تدافع أن يعمل حاجة في الحاضر بتاعه لازم تعرف تاريخك كويس ولازم تبقى عارف أن أنت جايز تكمل للأعظامك يعني كتير ويمكن أننا محتاجين ده في البلد دلوقتي محتاجين ده مش بس على مستوى الرياضة على مستوى كل القطاعات لازم تعرف أن أنت جاي من يعني سلالة أو عظام سبقوك فلازم تكمل اللي هم أكملوك طيب النهاردة أنت قبل ما تروح خليني أقف عند محطة مهمة وهي لندن قبل ما نروح للمحطة اللي جاية إن شاء الله وهي باريس 24 قبل ما تشارك في لندن كان في مؤشرات بتقول أن علاقة هياخد ماداليا ولا كنت بعيد يعني أنا عايز أحط الأجواء لأن الأجواء هنا هتبقى مشابهة لباريس اللي جاية هل كان في توقع ليك بماداليا ولا أنت جيت من بعيد والله السن أياميان لأنك طلع من مرحلة الناشئين يعني يمكن ده اللي كان حاطت الماداليا بعيد ولكن المؤشرات كان ماداليات في بطوط عالم ناشئين فوست ببطوط عالم ناشئين وكانت المرحلة اللي بعدية مرحلة الكبار بس الترانسفير ده كان فيه وقت خدت لك سنتين مثلا في الرجال قبل الناشئين خدت سنة يعني كان موسم موسم كامل قليل والله البطولات يعني هي فيه بنعمل حاجة فيه محطات اعداد ومحطات تأهيل وفيه البطولة الكبيرة البطولة الكبيرة هي بطولة عالم أو الأولمبياء نعم الشغل بيبقى للبطولة دي في خلال التحضيرات ما بفيش حاجة اسمها لعب راح يجيب ماداليا بس أنا قصد انت انت خدت بطولة عالم ناشئين بس لما بتطلع تلعب تلعب عبية تانية أكبر منك بخمس وست وسبع وثمان وعشر سنين وما لعبتش معهم قبل كده فالنهاردة سنة أنا مجدت نظري انت عملت تحدي صعب ان انت في خلال السنة تروح تاخد ماداليا الأولمبياء وتسبق ناس بيقالهم عشر سنين شغالين صح؟ ولا أنا غلطان طبعا هي بتبقى يعني بتبقى حاجة حاجة صعبة أكيد لا ده حاجة معجزة يعني مش صعبة لا معجزة فعلا أبطال عندنا في سن عندنا من سوعة عشر سنة ونتاج على مستوى الكبار فالسن الصغير بيبقى ميزة وبعد كده مجموعة الخبرات بيبقى بيبقى ميزة برضو الألعاب النزلية عنصر المفجأة بيبقى مطلوب فالسن الصغير بيبقى لي بيبقى ليفة هيدا يمكن الفترة اللي هي كانت قبل لندن احنا اشتغلنا على اشتغلت على نفسي ومع المدار كانت حد محترم جدا وكان تيمورك يعني كبير يعني كنا حوالي اربع اربع وخمس مداربين شغالين شغالين معايا وكان في دعم كبير قوي صحيح ما كانش ما كانش ممكن اعلاميا معروف او كان بيتقال ولكن احنا كنا كان ده الحلم اشتغلت انتو عايزين مداليا دي صورتك اعلاء ويعني يعني اكيد لحظات عمرك كلها وعمرك كله في الشيش يعني ربنا يكرمك دلوقتي 25 سنة دلوقتي ان شاء الله الله هو اكبر يعني وحاجة جميلة جدا لندن هيبقى مزبوط لندن يا باشا المداليا الاعظم والمداليا الوحيدة في تاريخ الشيش الولمبية ان شاء الله تكررها السنة دي طيب هتخطى بقى المحطة الكبيرة واللي تهمنا كلنا كمتابعين ومحبين للرياضة وهي والشيش المصري وهي مدالية لندن عايز اخش بقى هنقفز بقى دلوقتي عشر سنوات بنستعد البريس 2024 انت النهاردة تستعد بمكانين يعني يا باشا انت جاي داخل بروحين لعب المنتخب المصري ومازالت الحمد لله ومدير رياضي انا بقول صح لو انا بقول مزبوط او بقوله غلط من فضلك صلاح للمدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح هتساعد مصر ازاي من المكانين والله يعني احنا مكاننا في المنتخب وتعودنا من زمان اي حاجة قدر اعملها بعملها ممكن التايتل تكريمي بشكل بشكل كبير ولكن انا مش لوحدي يعني مش حاجة اعملها لوحدي فيه تيم كبير جدا 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 اول حاجة للمداربين كتير واقوية اقوية جدا وفي نفس الوقت بنستعين برضو لو احتاجنا خبرات اجنبية او او معسكرات خارجية بنعملها والتحاد ما بيتأخرش والرعاة زائد فيه فريق اداري قوي 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 وزائد فيه فريق طبي وفيه رعاة للاتحاد وفيه اتحاد شغال على مدار الساعة ففي الاخر يعني ترسي في المنظومة ممكن يكون عندي خبرات اولمبية او في بطوات العالم فبقدر انقلها للعيبة ممكن يبقى فيه بعض الملاحظات ممكن اتنقش فيها مع المداربين ولكن الحاجة الاكبر واحد بيباشغال على نفسه دي اكتر حاجة اقدر اعملها للفريق او للبلدي انها بيباشغال على نفس اطور من نفسي اكتر من انا اخد مكان او حاجة انا عايز اقول لك المميز مميز في كل حاجة الله اكبر يعني ما شاء الله حتى ردودك ردود مميزة يعني النهاردة بتقول انا ترسف منظومة فده بينم عن واحد او شخص فعلا يعني يعني ما تخدش مديل الولمبية من فراغ يعني انت ردك حتى رد يعني رد انت بتتكلم كفريق عمل انا راجل بشتغل فريق عمل اه انا مميز في حاجة معينة اللي عندي خبرات أولمبية هنقلها اه بس المميز يا ابني والله العظيم مميز في كل الشيء الله هو اكبر عليك يعني طيب خلينا اتكلم عن البطولة اللي جاية او باريس عشرين اربعة عشرين ويبقى انا راجل رياضي وعارف عمر ما هنفع اقول واحد ايه بقى هجيب لنا مديلية شايف يعني من هنا لباريس عشرين اربعة عشرين الاجندة المحطوطة الاعداد اللي تحط شايف ده كافي شايف ان احنا ممكن يكون فيه احسن الموضوع ده بيبقى فيه افديت تاني ممكن ولا انتم عملتوا اكسار جهودكم عشان نوصل لعشرين اربعة عشرين احنا عملنا كل اللي في ادنا لا طبعا الفترة الاخيرة للأولمبيات هم يعني نضع نول دلوقتي في المئة متر الاخر للأولمبيات يعني دي مرحلة ما بعد التأهيل المرحلة اولانية ان احنا نتأهل والمرحلة بعد كده ان احنا نحضر للأولمبيات زي ما حك قلت انها لازم ناخد بالأسباب اي فطولة بنشارك فيها لازم نشارك بتركيز يعني للأولمبيات مهم من دلوقتي للأولمبيات اول نقطة طبعا ان العيبة توصل بصحة كويسة يعني الاصابات ما تبقى احنا اخذين بنا من الكرفات والحاجات دي ده الجزء الاهم الجزء التاني الجزء الفني بيبقى شغال بقى مع المدرب البرسون الكوتش يعني بيشتغلوا على التاكتكس يعني جربنا حاجة بنبدأ دي هنخبيها دي هنشتغل عليها لحد لحد الأولمبيات ماشاء الله والحاجة الأخيرة هو ان احنا نقفل على نفسنا طبعا ده حاجة مهمة جدا ان احنا نبقى مركزين من دلوقتي حد الأولمبيات نقل يعني اي حاجة ممكن تشتت تركيزك بالزبط وطبعا اللي أنا بتمنى طبعا ان ما يبقاش فيه طبعا تأخير في السفر الحاجة دي بتأثر بشكل كبير كل ما نقرب من البطولات يعني البطولة بنطلعها في معادها كل الأمور الإدارية تبقى منتهي بحيث ده آخر حاجة ويبقى حرام وصلنا لحد هنا النهاردة قبل كده زكرت أولمبيات في 2012 كنا طالعين يعني باتنين لعيبة ناشئين كويسين انتو النهاردة القاعدة زادت أنا عايز أسأل سؤالين مهمين النهاردة شايف في تطور في اتجاه الرعاة يعني كان زمان بيبقى عندنا أزمة كبيرة جدا في التمويل البودجت اللي بتتحط للعيبة الأولمبي وتبقى دي حاجة بتبقى صعبة وتبقى بتثق الكاه الاتحاد وباش عارف انه روح يقول للوزارة الديني ما عندوش اي سورس تاني يقدر يجيب منه من لندن لغاية دلوقتي فانت عصر تجيلين جيل بطل وجيل دلوقتي معاك انت أكبر منه فالنهاردة هل ده حصل في التطور في المكان ده طيب الحاجة التانية ايه العدد النهاردة منتخب مصر كام واحد يتأهل الانبياد كام واحد يقدر ينافس وبقوة النهاردة القاعدة العريضة بتاعتنا فعايز إجابتين في الاتجاهين دول ولا أول نقطة الرعاية ما أتكلم بأمانة طول الوقت احنا كان في دعم يعني من أول ما بدأت المبارزة كان في مشاريع وطنية ساعدتني وساعدت الزمايل كتير وفي كل الألعاب فكان دايما في دعم دلوقتي بشكل مختلف يعني عن طريق الرعاية في تطور ولكن برضو يعني في بعض الحاجات برضو ممكن بدي في تأخير شوية في برضو في لعيبة كتير محتاجة كمان دعم يعني ما قدرش قول احنا وصلنا لسه للتوب بس احنا افضل يعني زي ما قلت لحضرتك كان في 2012 كان في اتنين لعيبة كويسين النهاردة احنا بنتكلم في سلاح الشيش في فرقة قوية كام واحد مثلا يعني كابتن انتو كام لاعب في المنتخب يعني وطول اسماهم عشان نستعرف احنا الولمبيات دي عن الولمبيات اللي قبلها واللي قبلها احنا هنشارك بفرق فاحنا عندنا ست فرق بيحاولوا يتقاهلوا تمام في اربع حسم وبشكل بشكل كبير وفي فرقتين هيحاولوا لحد الاخر باذن الله يعني المتوقع خمس فرق تبقى متأهلة من اصل ستة كنا بروح باتنين لعيبة كنا بروح بفريق بس بتكلم اللعيبة اللي كان بيبقى عليها العين او اللي كان بتحقق بالزبط او اتنين مثلا منهم جوه الفريق لا كموك بواحد بس جوه الفريق احنا دلوقتي بنتكلم في الفرق والفرق الفرق القوية يعني احنا ما نقدرش نقول مين هالعب هنحد اخر الفرق من الستة كم لعب الفردي وواحد بيبقى احتياطي يقدر يشارك في منافسات طب لو كلمنا اربعة في ستة يعني 24 لعب 24 لعب ده قوامل منتخة مثلا اللي بيشارك في التوت افريقيا ولكن اللي بيتدرب او اللي احنا بنختار منه بيبقى في حوالي ستة لتمانية في كل نوع فده ده بيبقى يعني ممكن نخش مثلا لغاية 40 لعب انت عندك في الولنبيات حد الاقصى الكوتا عندنا نقدر نتأهل بها هو 24 ده الحد اقصى لأي دولة 24 اللي هم 6 فرق وطبعا ده يعني صعب جدا فحتى من الدول القوية جدا ممكن ما يتأهلوش يعني ممكن ايطاليا ما تتأهلش في السلاح ممكن فرنسا ما تتأهلش في السلاح فاحنا الحمد لله حد دلوقتي اربعة فممكن ونوصل لخمسة ان شاء الله فهيبقى أوريدي التأهيل برقم انجاز جديد اللي احنا هنلعب عليه ان شاء الله الدورة دي ان نطلع بفريق قوي مش بأفراد أقوية ومدام منتخب يبقى كلهم أبطال يعني صحيح منتخب مصر مزبوط طيب الاعمار يعني انا بتكلم ان احنا النهاردة عندنا احنا تصدرنا فترة من الفترات التصنيف العلامي للناشئين وكنا دايما الله أكبر من روحي نتائج مبهرة وشفت انا اكتر من مرة الرانكينج اللي بينزل من الاتحاد الدولي وبشوف قد ايه احنا قطع ناشئين كويسين جدا انا مش هتكلم على بريس عشرين 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 انا هتكلم معك على لوس انجلوس كمان هل عندك رؤية انت النهاردة ما بكلمش لعب انا بكلم يعني اسطورة ده رقم واحد رقم اثنين بكلم شخص ينتمي لقصة السلاح لدور اداري جوالاتحاد فاكيد عنده فاجن للأولمبياد بتاعة لوس انجلوس شغالين على ده ولا مستنين تعدوا بريس وبعكيد اشتغلوا اول خطوة بدأنا يعني نتكلم عن سلاح الشيش ايوه اول خطوة بدأنا كان ان احنا نسابورت لعب يدخل الفريق الكبير وكان سنه خمستاشر سنة ايه ده فدي كانت اول اول خطوة اسمه عبد الرحمن طلبة عبد الرحمن طلبة اه مزبوط والاتحاد دعم الموضوع ده وطبعا والده والدته هما ليهم الفضل الاجبر والنهاردة هو من القوام الاساسي للفريق خمستاشر سنة دلوقتي بقى بطل عالم تحت سبعتاشر سنة والعيب قوي جدا 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 دلوقتي بقى عنده لسه بنعب تحت السبعتاشر الله اكبر وبإذن الله هيشارك في في الولمبيات فالقرارات ما كانتش ان احنا لأ نطلع بالفريق الموجود وخلاص لأ كان فيه شغل كبير عبد الرحمن طلبة رقم اتنين من على يمين اللي هو في النص من ناحية اليمين بينه ان هو صغير انهم الله اكبر بس بصة يعني وشه فيه ويلنج فيه رغبة يعني عارف انت بتحس انه سعيد لا احنا احنا اسرة برضو يعني هما انا حاسس كده اصبر مني بشوية بس بس احنا نعرف بعض من زمان جدا يعني عبد الرحمن العرفه عنده خمس سنين لا لا ووالد يعني انت شارب صدقته برضو يعني كلنا اسرة واحدة وفيه بعد كده عملنا فيه ولمبيات دكار الفين ستة وعشرين ويمكن احنا من من اول الاتحادات وممكن اقول على مستوى العالم ان احنا عطينا فيجين ويمكن الاتحاد ده دورته من لحد تنتهي بالفين اربعة وعشرين لكن اتعامل المنتخب لدكار بنعده لتحت الولمبيات الشباب الفين ستة وعشرين كويس براو كان المنتخب ده موليد الفين وتسعة الفين وعشر الفين وعشر واشتغلته على ده وبدأنا الكلام ده سنة الفين اتنين وعشرين في بداية الفين اتنين وعشرين قبلها باربع سنين هولا البطولة في ستة وعشرين مزبوط بدأنا باربع سنين والحمد لله أصمارت على لعيبة برضو جديدة طالعة بحيث ان احنا عايزين نعمل استمرارية استمرارية وعلى المستوى برضو الهندية والهيئات فيه عيئات جديدة دخلت داخلت فيه أيها سلاح لعبة مكلفة برضو يعني ازي والسلاح نفسه والبصات اللي بتاعبه عليه لعبة مكلفة والتولز والأكويمينت اللي انت عندك يعني الحاجات الحديثة بتاع الحاجات دي بتتوفر موجودة والله يعني هو في الآخر الرياضة استثمر طبعا والأهل بيستثمروا في ولادهم والنادي بقى استثمر في لعبته وكذلك الاتحاد والوزارة واللجنة أولمبية لما النهاردة يكون فيه نتائج إذن ده استثمر استثمر ناجح ولما يبقى فيه رعاية ويبقى فيه هيئات جديدة يبقى ده استثمر ناجح فالحمد لله ده متوفر في رياضة الشيش من سن صغير للعبة كبيرة وبرضو السمرة اللي في الآخر يعني الولاد كلهم نجحين جدا دراسيا وعلى مستوى للشهر خريجي يا كبت حاجة كتير خريجي لا قولي قولي ليه ليه دايما أنا قلت فوشت الكلام قلت الناجح ناجح في كل شي الله هو أكبر حتى ردودك ردود شخص يعني عاقل متزن عارف وبيقول ايه خريجي يا كبت من درست ايه والله هي هندسة وبعدين هندسة ليه كده بس والله جامعة اسكندري جامعة اسكندري كسو ايه طيب قولي لا تعالي لا 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 بس خلي بالك أنا مهندس فأنا برضو يعني بقى كده اللي هنلمس مع بعض دخلت كسو أنا كنت في كلية هندسة دخلت سنة الفين وتمانية ما شاء الله تمام وبعد كده الفين وعشرة يعني احترفت رياضة الشيش فكان طبعا مستحيل صعبة مع هندسة أنا كمان يعني أيام الفترة دي كنت برعب ما كانش فيه فريق يعني ما كان موضوع على تدريب لا كان التدريب خارج مصر والمدرب خارج مصر فكانت الموضوع صعبة تلقيت فرنسا ودرست عالم التدريب بشهادة اسمها متر درب ثم بعد كده رجعت مصر بعدها ودرست لوجستيكس حبيت ان اخرج شوية بره مجال الرياضة واتعادت اكلمية بحرية وانسا قسم عندها قسم الجيش تكسيكس حبيت ان اتعلم برضو حاجة هو مجال جديد فأدني وبعد كده طلعت الامارات بعد كده اعدت فرنسا اربع سنين وبعدين اعدت مصر وبعد كده روحت الامارات سنتين ثلاثة برضو خدت خبرة خبرة كبيرة كان في نادي الشرق الرياضي درست حاجة ولا لا لعبت واشتغلت يعني الاتنين في نفس الوقت برضو اديتني خبرة كويسة وبعدين كابتا عبد المنع المشكور والاتحاد الموقر برضو اكلمني والأولمبيات يعني كان الكلام ده بعد توكيو فكلموني ورجعت وكانت خبرة كبيرة قوي يعني استفدت منها كتير جدا 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 السنتين دول على يعني برضو فيه فرق ما بين الملعب والجزء الإداري طبعا لان صنعت القرار واحد ممكن وهو بيلعب مش عارف بتيجي ازاي فالخبرة ده لانا القرار مش بتاعك انت بتاخد قرار لغيرك مزبوط فالنهاردة الموضوع بقى فكرة تانية وشكل تانية بس انا عايز اروح لحتة معينة يعني اسطورة زيك كبيرة يعني وخليني دايما عيد وزيد واقول صاحب الماداليا الأولمبية الوحيدة في الشيش وده كان حدث ضخم جدا احنا مكناش مصدقين يعني احنا كنا بعيد خالص الشيش ايه اللي تجيب ماداليا الأولمبية ده احنا كنا حطين دماغنا في حدة تانية خالص طيب اللعيبة تتعامل معاك ازاي يعني انا بتخيل الصورة اللي ما جات معلش يا جماعة ريدو الصورة تانية لما جات الصورة انا شفت اجيال مختلفة وقفة وقفين جنب اسطورة لا مش وقفين جنبه بقى كحق يعني كأهو كإداري لا ده بيلعبوا معاك طب بيتعاملوا معاك الثلاثة ازاي لا احنا يعني حسب حسب الوقت برضو هم الولاد كلهم يعني محترفين ولا احتراف بالمناسبة مش مش فكرة عقدة او فكرة احتراف فكر لا من دالتي من دالتي فاحنا في عارفين ملعب وقت الملعب وقت الملعب وقت التدريب وقت التدريب وخارج اللعبة والتدريب احنا كويسين جدا مع بعض عارفين يعني بيبقى الموضوع بسيط مش ما بيبقاش يعني بيبقاش ده ملهم ليهم خلي بالك ما هو انت برضو يعني برضو مش هتحس الشعور ده أصلك يعني انت الأسطورة فانت مش حسه انما اللي بيحسه اللي بيتعامل معاك انت بقى يعني ان هو بيلعب معاك بيتمرب معاك بياخد خبراتك بيشوف تحركاتك بيشوف مرائب تفاصيلك هتلاقي الولاد مرائبين تفاصيلك لانه النهاردة هو عايز بقى سيك والله يعني برضو يعني أنا محظوظ كان في قبل ايناس كويسة يعني كابتن تامر طحون طبعا كنت برضو ممكن اصغر شوهية بس كان برضو بيلعب وكنت كان بي كان يعني بيعتف علي ممكن يلعب معاك خمس ست مالشوت عشان خاطر اتعلم منه غير طبعا اخلاقه جوه الملعب وبرده فبردو احنا يعني دي حاجة دي كانت العادة وجرت العادة على كده دايما اللعيب الكبير بيساعد اللعيب الاصغر منه اللعب ليه دور في الفريق بالمناسبة اللعيب الصغيرة بيبقى لها دور في الفريق تمتد الحد يعني الاتحاد والوزارة يعني كله كله ليه دور منظومة ترس في منظومة كبيرة بس خليني اروح للبعد تاني كابتن عملي من حسيني انا شهدت فيه مجروحة صراحة لان انا بحبه جدا جدا ومش بحبه كحب شخصي يعني ان هو صداقة لا انا وكشخص مسؤول عن اتحاد مهم اتحاد اولمبي وبشوف قدي هو بيتفانى وانا شايفه من احد الكوادي الراضية العظيمة في مصر عملينا من حسيني النهاردة هو بيتعامل معاكو ازاي انا برضو عايز اشوف من جوه من جوه الكواليس عملينا من حسيني بيتعامل كرئيس اتحاد ازاي عمل ايه في قسرة السلاح الشيش جمع الناس ازاي بيفكر ازاي ايه المختلف اللي قدموا عملنا بحسيني الاتحاد طبعا هو بداية الفترة اللي احنا دي الدورة التانية للاتحاد ده او للمجموعة دي وكانت دورة محتاجة محتاجة ان احنا نقدر يعني المنتخب بدأ ان هو يبقى قوي في كل الاسلحة يجنثمار شغل لا لا الاسلحة قبل كده كنا يعني انا بلعب شيش وفي صيف وصيف مبارزة ففي تلت انواع اسلحة وفي ولاد وفي بنات فعشان خاطر ان احنا نبدأ نبقى الشغل المتوازي على التالة اسلحة محتاج ان مبدال الاتحاد يبقى فيه موارد او اتحاد يقدر طبعا طبعا انت مقلت اللي قلتلك في الاول فده كان جزء مهم جدا وده الاتحاد توفره في الدورة دي الحاجة التانية بصراحة وجودهم جنبنا في الملعب في البطولات دي حاجة كويسة اوي يعني كابتا عبدالمنع بيتأثر بشكل كبير اوي معنا في الملعب بيزعل بيتبسط بيبكي بالقلب فبيدي كل حاجة فطبعا ده بيتنقل الحاجة التانية كل واحد في شغله مفيش تدخل ودي حاجة برضو اشيط بيها ان مفيش تدخل يعني مثلا فيه ثقة بيديك الحرارات اشتغل انت مسؤول عن الجزئية دي مجلس ادارة عايز واحد اثنين ثلاثة بعرض الخطة وبعد كده هو في ظهري وفي ظهري اللعيبة فدي حاجة كويسة ويمكن بيديك السلاحيات غايبة ممكن في أماكن كتير ومأثارة يعني يعني في حد تعالى يعني خد المكان ده ولكن بدون ما يبقى فيه ثقة متبادلة فبرضو الحاجة الكويسة ان كل واحد بيعمل بيعمل شغله على مستوى الاتحاد الدولي هو نجد جدا رب عليك لسه اسألك هناك برئيس الاتحاد دولي مزبوط هل ده فايدنا؟ لما تبقى فيه كل كام البطولات دي في مصر بنستضيفها فطبعا دي فايدة كبيرة قوي يعني شكرك فعلا فعلا لان انا نهاردة بجيب لك كل بطولات العالم او بطولات الدولية يجيبها لك في مصر بلدك فده طبعا هو بيستغل بوزيشن بتاعه ده وده طبيعي جدا انه يستغله المصلحة بلده والله انا عايز كمان اقول حاجة من الناس كتير بتتكلم على ممكن تقولك يعني انت على رجل لعب او مسلا كنت لعب او ليه عايز منصب او كده مفيش حاجة اكتر من الواحد يبقى في المدالية لاعب وبيكسب مفيش اكبر من كده وانما الباقي بيبقى حبا في المكان وحبا لخدمة المكان لكن ما اسهل عن كابتا عبد المنعم او عن اي حد تاني انه يعني ما يعملش الكلام ده فطبعا احنا لازم نسابورت اي حد وصل لمكانة كبيرة او عايز يساعد يعني لوصل لمكانة كبيرة في الاتحاد الدولي او حتى يعني اصغر مدرب ما يحتاج مننا الدعم لاعب ما يحتاج مننا دعم مش عيب بالعكس دي حاجة كويسة جدا وتبقى لخدمة اللعيبة اللي كمان دي اصعب شغلانا اللي تكون في الكواليس يعني صحيح اللاعب هو اللي بيجن مجهول اللعيبة في الاخر هي النجاح لها وهو اللي بيظهر والعمل في الكواليس بتبقى شغلانا بيبقى سعادة الاتحاد في نجاح اللعيبة فطبعا بشكرهم يعني بتمنى لهم التوفيق طبعا للفترة اللي جاية السنة دي وان شاء الله الاتحاد يجني سمار الجهود دي نصيحة عايز منك نصيحة كده برشامة صغيرة لكل اللي بيتفرج علينا مش بس اللي لعب شيش أو سلاح أو سلاح مبارزة أو أي فرق من فرح السلاح كالصفة عامة لا أنا عايز نصيحة للرياضي من بطل قولومبي أسطورة وصل لزروة نجاح أي رياضي في العالم بالمناسبة الأمريكان بيعتذروا دايماً عن بطلات العالم ولكن في الألمبياد بيتدفعوا عشان يكون ليه مكان مع منتخب بلده عشان يجيب مدينة الألمبياد لأن دي قمة التتويج عايز منك نصيحة ورقة كده صغيرة نكتب فيها كلماتين ثلاثة وأنا هكتبهم بعد إذنك وراء عشان أنا أتعلم منك مش عيب لأن أنت راجل أسطوري وراجل حققت حاجة كبيرة تقول لي تقول لي كل الرياضيين أو تقول لي كل اللي عايز يتعلم أو يعمل حاجة أو يحقل أن أجاح في حياته تقولي smiles والله الحاجة ممكن ممكن أقدر أقولها دلوقتي بعد كل السنين اللعبة دي التوازن عام حاجة التوازن أكتر من التفاني التوازن أكتر من التفاني التوازن بعد التوازن أقدر أتفانها في الحاجة اللي أنا بعملها اللي أنا بحبها ممكن شوية السوشال ميديا أو يعني زي ما بيقولوا الطريقة اللي بنصور بيها الأبطال أو الرول موديل إنه هو شخص يعني بيغلطش وبينام في الموعد المزبوط على طوله بيأكل أهم حاجة التوازن عشان أقدر إن أنا أخلي بالي من صحيتي وصحيتي النفسية قبل ما تبقى صحيتي الجسدية وده هيخليني قادر إن أنا أدي كل حاجة عندي في الملعب وبره ملعب أقدر أبتسلم في وش الناس وقدر أنا أكون مفيد في المجتمع فنصيحتي للعيبة أهم من النتائج يعني نتيجة فترة في العمر إنما الباقي طبعا إنه هو يبقى شخصية متوازنة قادر إنه هو يخدم ويبقى مفيد ولو مش النهاردة هيخدم ممكن بكرة يبقى عنده الطاقة إنه هو يعمل كده عايز أقول لك من هو يعني أنا قاعد ما بقى طاعك مستمتع جدا الحقيقة أول مرة يشرفني ضيف على الليفل بتاعك طبعا ويقول لي الكلمة دي كلمة التوازن دي كلمة على فكرة صعبة قوي صعبة قوي إن حدي حققها التوازن دي التوازن النفسي والتوازن الزهني والتوازن الجسدي والسلام النفسي معاك عشان توصل في الآخر للبطولة أنا عايز أقول لك كابت العلاء انتبسطتي جدا باللقاء ده شكرا 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 لسطورة السلاح المصري وصاحب مدلية أولمبياد 2012 في لندن شكرا 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 على حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأبطار